هل shackتك بالنادي الأهلي؟ لا علاقتي طيبة جدا طبعا اسم كبير في تاريخ النادي الأهلي قتل علاقتك بالنادي الأهلي كناديnaدي الأهلي erm stay in love انا ابني النادي الأهلي مع 10 بطولات مع النادي الأهلي ويعني التاريخ سطر انا مرتبط بي وعلاقة طبعا كابت الخطيب يعني علاقة طيبة يعني لو الأهلي عرض عليك تبقى موجود مع جهاز فني أجنبي مدير فني أجنبي لفترة اللي جاء ممكن توافق طيب النادي الأهلي ده بيت يا أصلا لا فيه مدربين يقولك لا أنا مش هشتغل في المدير فني وفيه مدرب تاني يقولك لا أنا حب أشتغل في النادي الأهلي لا بص النادي الأهلي غير النادي الأهلي يختلف عن عينها دي بالنسبة لي النادي الأهلي يعني لما يجي يكلمني أو يقول لي حاجة زي دي يعني مش هفكر حتى عشان ده النادي الأهلي يعني خيره علي النادي الأهلي اللي داني اسمي اللي داني شهريتي اللي حب بالناس فيها فأنا بحب النادي الأهلي جدا هو رجل أهلاوي وجمهاريتي وشعبيتي بالنادي الأهلي فبالتالي ما قدرش أقولي النادي الأهلي حاجة و أنا يمكن ما فيش تواصل محدش بيكلمني آه معرفش يمكن أنا بحب شكح من نفسي في حاجة ممكن تكون فيها فرد شوية اسمي عليهم لكن لا طبعا ده أنا علاقت بيهم طيبة جدا وناس هما فوق الاحترام كمان يعني مجلس إدارة بتاع النادي الأهلي الناس محترمة جدا ولما يكون مجلس الإدارة فيه كابتن محمود الخطيب اللي إحنا حبنا كورة وطلعنا على عليه يعني وعاصلنا طبعا يعني لا شرف لي أن أنا أكون متواجد في النادي الأهلي وأعتقد أن أنا برضو علاقت بيهم كويسة وعمري ما عملت مشكلة في النادي الأهلي يعني أنا خرجت من النادي الأهلي بدون مشكلة خالص ودخلت بهدوء وخرجت بهدوء وخرجت بالنادي الآلي محترف في أوروبا وكنت رقم 12 في تاريخ مصر اللعب اللي احترف برة وتعمل لي مؤتمر صحفي وخرجت بشكل شيء جدا لأ وطول عمري النادي الآلي يعني بقول إنه أخر علي وده حقيقة صحيح فلا النادي الآلي يختلف عن أي حد صحيح